السلام عليكم أهلا بك شغلي كمبرمج كمبيوتر أو رجل بيحب البرمجة لما بقول لناس أن أنا في مبرمج كمبيوتر فيبقى فيه سؤال طبيعي جدا كل الناس بتسأله يعني إيه برمجة؟ سؤال منطقي وبنحقي أي إنسان من يسأل السؤال ده إيه هي البرمجة؟ أنا هقولها دولتي بشكل مبسط وفي الحلقات الجاية إن شاء الله حاول أكون أشرح بشكل عميق أو إيه هي البرمجة؟ فأنت لو شخص عادي أستفهم يعني إيه برمجة فأنت الفيديو ده مناسب لك جدا فالبرمجة هي بمنطقة الاختصار عبارة عن طريقة التواصل ما بين الإنسان وما بين الألات يعني إيه طريقة التواصل أو لغة التواصل يعني مثلا بمنطقة البساطة أنا راجل عربي بيتكلم باللغة العربية فلما بيتكلم مع الناس اللي حوالي إزاك يا فلان صباح الخير يا فلان مساء الخير يا فلان فهم فهميني ويردوا عليه السلام لكن لو أنا رحت مثلا أمريكا أو مثلا رحت فرنسا أو رحت إيطاليا وكلمتهم صباح الخير يا فلان مثلا صباح الخير مارك مساء الخير باولا مش هيفهم وأنا بتكلم فيه صح؟ فالحل في الموضة ده إن أنا أتعلم لغتهم فبالتالي أنا رحت أمريكا مش هقوله صباح الخير أو أهلا أنا أقوله Hello How are you يعني أهلا أي أخبارك لو رحت مثلا فرنسا فأنا أقوله Bonjour كده لو رحت مثلا إيطاليا فأنا بالتالي هتكلمه له Ciao Come stay كده على حسب اللغة اللي بيفهمها أو إما هو يتعلم لغتي صح؟ هو ده نفس الموضوع بالظبط في موضوع الكمبيوتر إن إحنا بنتعلم لغة نقدم نتواصل بها مع الكمبيوتر تمام؟ هي مش لغة بشارية يعني هي مش هتلاقيها مثلا مش زي ما أنت رح تعلم إنجليش وفرينش وكذا 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 وسبانش مش عارف إيه لا هي مش لغة بشرة ونفس الوقت مش لغة كأينات فضائية يعني هي لغة مكونة من كلمات مقلوفة بالنسبة لنا تمام؟ زي حاجة مثلا اسمها print أنت معروف إنه print بتطبع كده يعني تمام؟ هي بس مختلفة شوية ولها طرقها المعينة على حسب اللغة وعلى حسب حاجة كتير هنتكلم معنا إن شاء الله وعن إيه هي وإيه اللغات أصلا في وقت تاني بس اللي أنا عايزك تبقى عارفة ترونيتي إن هي البرمجة طريقة التواصل ما بيني أنا المبرمج وما بيني الآلة اللي أنا ببرمجها على حسب ما هي بتفهم صعب إن أنت تعلم كمبيوتر تقوله تعلم اللغة الفلانية لا أنا بمقين أن أنا إنسان وأنا اللي زكي هلأقول لكم فكرة إن الكمبيوتر زكي ده فكرة أصلا مش صح الكمبيوتر ما عندوش الكنسبت إنه يبقى زكي أو غابي أو أي حاجة هو مش قابل للتفكير أصلا تمام؟ ف اللي أنا عايزك تعرفه إنه هو إحنا بنفهم اللغات اللي تقدر توصل للكمبيوتر ونوصل له الكلام اللي إحنا عايزينه بالزبط واتكأه على كلمة بالزبط وحط بعدها مية خط بالزبط لأنه هو مش بيفكر هو عايز تقوله كل حاجة اعتبرك إنك بتعمل مع إنسان في منتهى الغباء ما ينفعش تقوله شيل كذا وحطها في المكان الفلان لا لازم تبسط هقوله بمنتهى يعني أقول إيه منتهى البساطة اللي خلقها ربنا خليك بسيط بقدر الإمكان كده يفهم منك الجهاز إنت عايز تقول إيه بالزبط وخلي بالك إنه مش هيفهم إنت عايز تقول إيه لمجرد ماك بتفكر فيه إنت هتكتبوله كتابة وكتابة تفصيلية عشان يقدر يفهم إنت عايز إيه بالزبط وينفزه زي ما إنت عايزه أتمنى يكون الموضوع واضح لو فيه أي مشكلة ممكن تستيبولي في التعليقات في التعليقات تحت الفيديو وطبعا أنا هرد عليها كلها ولو إنت هتشوف الفيديو ده بالصدفة فدي خطة إن شاء الله لن يبقى دورة لبدايات البرمجة أو نعرف الناس عموما إيه هي البرمجة وكل حاجة عنها عشان إن شاء الله يعني لو أنت من ناس الغاوية أنك تتعلم فده هيبقى مجال أو مكان حلو قوي قبل ما تبدأ أو تروح أي مكان تاني لأن المعلومات الأصلية أو البنية هي الأساس زي ما تكون بيت بني بيت كده أنت لازم تحط القواعد بتاعته القواعد بتاعته القواعد بتاعته القواعد بتاعته قوية جدا عشان البيت يطلع كويس أما أنا لو بنيت بيت بضعف أو القواعد بتاعته ضعيفة يعني البيت هيقع هذا نفس البكرة بالزبط فأتمنى ما أكونش طولت عليكم وأتمنى أعجبكم الفيديو لو أعجبكم ياريت تعملوا لايك وشير نشاركوا الفيديو عشان الناس تستفيد وتحل الفائدة علينا وقولوا لي لو أعجبكم الفيديو وإن شاء الله من تفعولكم هعرف أن أنتم منتظرين للفيديو اللي جاي وأنا هبدأ الفيديو اللي جاي أتكلم إيه هي بقى لغة البرمجة إحنا براية تتكلمنا عن البرمجة بشكل عام اللي مرة الجاي هنتكلم إيه هي لغة البرمجة وأنا هتعلم إيه أو ما هتعلمش إيه نشافكوا في وقت تاني إن شاء الله على السلامة